نظمت مؤسسة كلمات جولة ترويجية متنقلة إلى عدد من الجهات والهيئة الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة بهدف التعريف بالمؤسسة ومبادرة تبن مكتبة وتهدف هذه المبادرة الإنسانية التي نظمت إحدى فعالياتها بمقر هيئة الشارقة للإداعة والتلفزيون إلى تزويد الأطفال اللاجئين والمحرومين حول العالم بمكتبات متنقلة تحوي كل منها على مئة كتاب باللغة العربية لترسخ ارتباط الأطفال بجذورهم الثقافية العربية وتؤصلها في نفوسهما وتعرض المؤسسة خلال الجولة خط المنتجات الخاص بالمبادرة الذي يحمل بصمة الفنان الإمارتي محمد المنصوري وهو أول سفير لمؤسسة كلمات في مشوارها الخيري والإنساني وقد أسهم بعمله الفني لتصميم هذه المنتجات وتشمل الجولة الترويجي أنشطة تفاعلية تشجع المشاركين على دعم المبادرة حيث تتاح للزوار الفرصة لإبراز مواهبهم ومهاراتهم في تصميم فواصل كتب والتي سترافق كتب مبادرة تبنى مكتب المرسل إلى الأطفال اللاجئين والمحرومين حول العالم